السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة الكهرباء إلكتريك في هذه الحلقة سنتحدث عن الدرايفر الذي شاهدناه في الحلقة مصابيح الليد وسنتعرف على أهم المعلومات المتعلقة بالدرايفر وأشكاله وأنواعه وأهم الخصائص التي لا بد أن ننتبه لها عندما نرغب في توصيل الدرايفر مع مصباح الليد كل ذلك بعد الفاصل القصير للقناة الدرايفر هو عبارة عن محول كهربائي يقوم بتحويل جهد الأولي الذي يخرج لنا من التيار المتردد إلى التيار المستمر لكن ليس دائما يحول التيار المتردد إلى التيار المستمر سنشاهد ذلك في أنواعه الدرايفر أيضا يقوم بتحويل جهد الكهربائي من القيمة الموجودة لنا على الشبكة إلى القيمة التي تناسب مصباح الليد أو سلسلة مصابيح الليد الدرايفر يقوم أيضا بضبط شدة التيار التي تخرج منه وتذهب إلى مصابيح الليد لمنع مشكلة التسخين بسبب سحب المزيد من التيار الكهربائي والتي تتلف مصابيح الليد التي شاهدناها في الحلقة الماضية الآن ما هي الأشكال التي يتواجد بها الدرايفر الدرايفر يأتي بشكلين إما درايفر داخلي وهو الذي يتواجد في أغلب المصابيح الليد المنزلية يعني أنه يكون ضمن مكونات الداخلية لمصباح الليد ككل أو على شكل درايفر خارجي بشكل منفصل عن مصابيح الليد مثل الذي نجده في شريط الليد أو مصابيح الإنارة الخارجية أو بعض مصابيح السبوتات مثلا حسن جدا بالنسبة للدرايفر الذي يأتي بشكل داخلي لا يهمون لأن توصيله بالكهرباء سهل ومباشر دون تعقيد ويكون أصلا موافق للمصباح وموضوع من الشركة المصنعة نفسها المشكلة التي تواجهنا هي مع الدرايفر الخارجي الذي لا بد لنا نحن أن نقوم بشرائه أو اختياره ونقوم بتوصيله مع مصباح الليد ولا بد لنا أيضا من التعرف على خصائصه الفنية والتقنية حتى لا نتسبب في توصيل خاطئ أو غير متوافق مع مصباح الليد قد يتسبب لنا في إطلاف مصباح الليد أو في تقصير عمره الافتراضي إذن ما هي أهم الخصائص التي لا بد أن ننتبه لها في الدرايفر لاختيار الدرايفر المناسب ومصباح الليد المناسب له أيضا سنبدأ أولا مع مصابح الليد لا بد أن ننتبه أولا لقدرة مصباح الليد أو سلسلات مصابح الليد وتحديدها بدقة ثانيا نوع التيار هل هو مستمر؟ يتطلب توصيل أو تواجد درايفر؟ أو تيار متردد؟ وإذا كان طيار متردد هل سنقوم بتوصيله بواسطة محول؟ أو مباشرة مع الشبكة؟ إذا كان جوده يوافق جود الشبكة لن نحتاج إلى محول وأما إذا كان جوده هو أصغر وأقل من الشبكة في حالة طيار متردد لا بد أن يكون هناك محول أو ليقوم بتصغير تلك القيمة ثالثا تحديد قيمة الجود التي يعمل بها مصباح الليد يجب أن تكون معروفة رابعا تحديد قيمة شدة التيار القصوية التي يعمل بها مصباح الليد والتي يجب أن لا نتجاوزها حتى لا يتلف هذه الشروط الخمسة هي العناصر المحددة لاختيار الدرايفر المناسب طبعا وهذا يعني أن الدرايفر سيوفر لنا معلومات على علبته الخارجية أو على ورقتها التقنية تتكون من القدرة بالواط التي يعمل معها الدرايفر كما تشاهدون هنا هذا الدرايفر يستطيع العمل بقدرة 3 في 1 واط يعني 3 مصابح بقدرة 1 واط أو مصباح واحد بقدرة 3 واط الشيء الثاني نوع التيار الذي يخرج لنا هل هو تيار مصامر أو متردد ليست كل درايفرات تخرج تيار مصامر هذا الدرايفر الذي أمامنا يخرج تيار متردد سنشاهد ذلك في أنواع الدرايفر لاحظوا هنا 12 إلى 24 VSC أي فولت تيار متردد انتبهوا لهذا جيدا ثالث هي قيمة الجود التي تخرج لنا من الدرايفر وأخيرا شدة تيار القصوية التي تخرج لنا من الدرايفر حسنا جدا الآن سنتحدث عن أنواع الدرايفر الموجودة في الأسواق هناك ثلاث أنواع من الدرايفر الخاصة بمصابح الليد النوع الأول درايفر بطيار ثابت أي أنه له قيمة محددة من شدة التيار التي ستدخل إلى مصباح الليد كما تلاحظون هنا شدة التيار الخروجي هي 700 ميلي أمبير أما الجود فهو من 4 إلى 13 V من الطيار المستمر يعني هنا شدة التيار ثابتة في 700 ميلي أمبير أما الجود فهو متغير بين قيمتين يسمى هذا النوع بدرايفر بطيار ثابت وهو الشائع والأكثر انتشارا وهو مرتفع في الثمن على النوع الثاني الذي سنشاهده الآن النوع الثاني هو درايفر بجهد ثابت أي أنه له قيمة محددة من الجود الكهربائي الذي سنستعمله مع مصابح الليد أما شدة التيار فهي غير ثابتة يسمى هذا النوع بدرايفر بجهد ثابت هذا النوع رغم أن شدة التيار هي غير ثابتة إلا أنه دائما ما يتم تحديد شدة التيار قصوية لا يمكن أن تكبر عنها شدة التيار الخارجة من هذا الدرايفر لمنع مشكلة التسخين طبعا كما تلاحظون هنا الجود هذه المرة هو ثابت يعني 24 فولت تيار مستمر بالتدقيق لكن شدة التيار متغيرة 1.04 أمبير ماكس يعني أكبر قيمة سيصلها يمكن أن يعطي عدة قيم من شدة التيار أصغر من هذه القيمة هذا النوع استعمالته محدودة ورخيصا في الثمن عن النوع الأول الآن النوع الثالث والأخير من الدرايفر وهو درايفر تيار متردد هذا النوع هو في الحقيقة عبارة عن محول كهربائي يعني أنه يقوم فقط بتحويل جود من القيمة الأولية إلى القيمة التانوية الصغيرة لكن دون أن يغير نوع التيار يعني أن تيار الدخول هو تيار متردد وتيار الخروج هو تيار متردد سيكون هنا تيار متردد وليس تيار مستمر هذا النوع أيضا ليست له قيمة قصوية لشدة التيار التانوية التي تخرج منه يعني أنه غير محدود من حيث تحمل المصابح هذا النوع يمكن استعماله أيضا في أنواع أخرى من المصابح مثل مصابح الهالوجين منخفض الضغط أو بعض المصابح المتوهجة التي تعمل بجود منخفض وأيضا بعض أنواع المصابح الليد التي تتكون من مكونات داخلية لتحويل تيار المتردد إلى تيار مستمر مثل هذا النوع الذي شاهدناه في الحلقة الماضية تقريبا بعض أنواع مصابح الليد مثل MR16 أو مصابح GE التي تكون على شكل سبوتات تستعمل هذا النوع من الدرايفر أي درايفر تيار متردد لاحظوا هذا المثال الذي أمامنا هذا درايفر مصابح ليد لكن جود تنوي الذي يخرج منه هو بين 12 و 24 آسي يعني تيار متردد لذلك يسمى بالآسي درايفر حسن جدا بصفة عامة كل مصابح ليد يلزمه شدة تيار وجود معين لا بد من توافقها مع شدة تيار والجود التي تخرج لدينا من الدرايفر لا بد أيضا إلى الانتباه إلى نوع التيار هل هو دي سي مستمر أو آسي متردد وإذا كان من النوع دي سي مستمر لا بد من الانتباه إلى القطبية أي توصيل القطب الموجب للدرايفر مع القطب الموجب للمصباح والقطب السالب للدرايفر مع القطب السالب للمصباح إذا قمنا بقلبها فلن يعمل المصباح ليست كل أنواع الدرايفر تعمل مع مغير شدة الإضاءة يعني إذا كنتم ستقومون بتوصيل مغير شدة الإضاءة لا بد من اختيار نوع من الدرايفر يسمح أو يعمل مع مغيرات شدة الضوء التي تكون في المصريح وقاعد الأرض هناك أيضا أنواع من الدرايفر متخصصة في الواميد الضوئي أو النبض الضوئي يتميز بأربعة أو خمسة أو ثلاثة مخارج حسب وظيفة الواميد المتعددة التي ينتج هذا الدرايفر تستعمل في الإنارة احتفالية أو الجمالية أيضا عليكم فقط الانتباه في توصيلها إلى القطبية التي تناسب لأنها توصيل القطب السالب في غير مكاني سيؤدي ذلك إلى عدم عمل المصابح أما باقي الأقطاب الأخرى كلها موجبة حتى إذا كان هناك قلب فلن يؤثر ذلك على عمل المصباح في الغالب أظن أنني ذكرت كل شيء مهم عن الدرايفر إلا إذا نسيت شيء ما سهوا أنا لا أتمنى ذلك إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة أشكركم على المشاهدة وأشكر كل من العموني بالتفاعل في التعليقات والإعجاب دمتم في أمان الله وإلى اللقاء